مولانا عايزين نعرف ثواب الإحساس بالآخرين أو الإحساس بالغير ومش بس إحساس ثواب كمان العمل على مساعدة الغير تمام تعال في البداية نبدأ من عند سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ومش عاوز أعرف يعني كلمة ثواب الإحساس بالآخرين لا أنا عاوز أعرف هل الإحساس بالآخرين ده سنة ولا فرض طبعا يا سلام يعني قبل معرف ده ثوابه إيه لا هل أنا مكلف أصلا أن أنا أعمل كده ويكون عند قضية الإحساس بالآخرين ولا لا روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث سيدنا جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عاديم مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه قوم حفات عرات من مضر أي يغلب عليهم العري نظرا لما يمر بهم من الفقر الشديد لما الناس دول دخلوا على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم والمنظر العام بتاعهم كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان رضي فعله إيه مباشرة أول مسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم رأى هؤلاء الناس يقول سيدنا جرير بن عبد الله يقول فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة تمعر يعني غضب وجه رسول الله غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه رأى ناس في أمس الحاجة إلى العلاج ولا يجدون ثمن العلاج رأى ناس في أمس الحاجة إلى الطعام والشراب ولا يجدون ثمن الطعام والشراب لأ أطفال أطفال يبادون كالخراف ولا يتحرك أحد فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما رأى النبي صلى الله عليه وسلم كان رضي فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما مش حاوزة أقول إيه رد فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما تثكى للأمهات حينما أنا حاسة حياتك يعني ربطت ده في ذهنك نعم بين اللي حصل وبين أهلين يعني لابد أن يكون عندنا قضية الإحساس بالآخرين لابد أن تغضب لابد أن يتأثر قلبك لابد أن يكون لديك قضية الإحساس بالآخرين فهي فرض فطمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم لأن في ناس في أمس الحاجة إلى المساعدة في أمس الحاجة إلى الاهتمام بهم في أمس الحاجة إلى الألم لآلامهم الإحساس بإحساسهم الحزن لأحزانهم أن تحزن لأحزانهم أن ينتقل ما فيهم فيك فتشعر بآلامهم وتتحرك لجراحهم فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى به من الفقه ثم دخل صلى الله عليه وسلم وخرج بدأ بنفسه ليكون لنا جميعا بأن الدين ليس كلام الدين دين أفعال بدأ صلى الله عليه وسلم بنفسه فدخل ثم خرج الدين بتاعنا النهاردة أنا مش جاء أقول لحضرتك وأقول لأستاذ المشاهدين ليس الإسلام بكثرة صلاة وصيام فقط إنما لابد أن يكون لدى كل واحد مننا هم حمل هذا الدين أن تحمل هم هذا الدين أن يكون لديك قضية الإحساس بالآخرين فهي فرض بقول بالله عليك تخيلي لو لم يحمل سيدنا بلال هم هذا الدين لكان عبد حبشي ما عاش وما كغيره من الناس لو لم يحمل سيدنا مصعب بن عمير قضية الإحساس بالآخرين وحمل هم هذا الدين لكان شاب مطرف يركب أفخم السيارات ويضع أفخم العطور ويلبس أفضل الملابس وعاش ومات كغيره من الشباب لو لم يحمل سيدنا أبو بكر الصديق هم هذا الدين لكان رجل أعمال ساري زيه زي غيره وركب أفخم السلاة وعاش ومات كغيره من الناس لو لم يحمل سيدنا خالد بن لليد هم هذا الدين لكان مصير سيدنا خالد بن وليد أنه رجل كباقي الرجال عاش ومات لكن لما حملوا هم هذا الدين صارت أسماؤهم خالدة إلى يومنا هذا أسماؤهم تكتب على الشوارع وعلى المدارس وعلى الأماكن الهمة في طرقات المسلمين فدخل وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقول لكل واحد مننا ليس الإسلام انتساب كما يدعي البعض إنما لابد أن يكون الإسلام انتظام ليس الإسلام كلام إنما الإسلام أفعال وأعمال وأحساس بالآخرين فدخل ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أمر سيدنا بلال أن يؤذن ويقيم للصلاة ثم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وخطب الناس وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة إياك أن تظن بأن أخوك اللي في فلسطين هو في وادي وإنت في وادي آخر لا كلكم من نفس واحدة كلكم من آدم وآدم من طراب يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وأظن أن أخوك اللي مش لقيت ثمن للعلاج أو لا يجد ثمن طعام وشراب ولا يجد ثمن قسوة ولا يجد ثمن طبيب يدوي عنده أو نفسه إن ده ابن فلان أهو من طبق فلانية وأنا من طبق فلانية يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة من الممكن أن أكون أنا مكان هذا الرجل الذي يعاني من شدة ألم من شدة مرض من شدة جوع من شدة من كذا من أمور حياة عصفت به ثم قال صلى الله عليه وسلم آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد إلا تخدم عك بقرة هو ده هو ده الزاد الحقيقي اللي أنت تحمله معاك إلى الدار الآخرة ثم خاطب النبي صلى الله عليه وسلم جميع الفئات في المجتمع فبدأ برجال الأعمال فقال لهم من تصدق من ديناره ثم نادى النبي على الطبقة الوسطى فقال لهم من تصدق من درهمه ثم نادى النبي صلى الله عليه وسلم على الطبقة الفقيرة الطبقة الكادعة لابد كذلك أن تتحرك وتحمل قضية الإحساس بالآخرين حتى الفقير نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم من تصدق من ثوبه اتقوا النار ولو بشق طمره فنادى النبي حتى على الفقراء لابد أن يكون لديم قضية الإحساس بالآخرين إياك أن تظن بأنك معك قليل من المال فأنت لست مسؤول بالعكس لابد أن تحمل بالحضرتك حكيته هو كلنا مطلوب مننا أداء هذه الطاعة وهو مساعدة بعضنا بعض كل على قدر إمكانياته أنا آسف فضلي فانت الفريضة أنت حركت تقولي الطاعة لا الفريضة خضية الإحساس بالآخرين أستاذ نشوه فريضة فريضة والله العظيم فريضة وسيسألنا الله سبحانه وتعالى عنها يوم القيامة حينما قال عبدي مردت فلم تعودني فيقول وكيف أعودك وأنت رب العالمين قال أما علمت أن عبدي فلان مريضة فلم تعود أضعف الإيمان اتصل به أضعف الإيمان أنك تدعي لإخوانك في غزة فلم تعود أما علمت أنك لو عدته لو وجدت ذلك عندي يبقى دي فريضة خضية الإحساس بالآخرين مهم جدا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حينما خطب في فئات المجتمع ماذا حدث جاءه أناس من الأنصار يحملون أشياء في أيديهم حتى كادت أيديهم أن تعجز أن تعجز أن تحمل ما في أيديهم مش قادرة تشيل فصار أمام رسول الله كومين من طعام وثوب وأموال أمام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم النبي لما شاف في المسلمين قضية الإحساس بالآخرين إيه اللي حصل له تهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم فرح سيدنا النبي لأن المسلمين فعلا عندهم قضية الإحساس بالآخرين ثم قال صلى الله عليه وسلم قاعدة من سنى في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء إلى أن تقوم الساعة شكرا